معي من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام مع كل هذا ما زلنا نتحدث عن محاولات حثيثة من قبل هذا التنظيم هل سيستطيع إعادة صفوفه؟ حقيقة لا أظن أن يعود وحتى إذا عاد فأنه سيعود بأشبه ما يكون بحرب عصابات لا يمكن معها أن يسيطر على أراضي أو يستطيع أن يقطع طريق وحتى إذا أراد أن يحاول محاولة فهي بالتالي يمكن أن يسيطر عليها ما يحدث الآن هو يحاول أن يوزع فلوله ومن بقي من هذه الفلول في أماكن مستقرة نسبيا حتى يعيد تنظيمه والآن محاصر شعبيا ولا توجد له حواضا وأيضا يعلم أنه كشفت الكثير من الوثائق وأيضا كثير من الاعترافات من ألقي القبض عليهم جعلت كثير من عناصره الذين فروا والذين يعيشون في حالة من الصحراء أو في البوادي أو الإضاف مخشوفين لدى القوات الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية بالتالي لا أظن أنه يستطيع إعادة تكوينه كما كان حتى وله في فترة ما قبل 2014 طيب بعد سقوط داعش عسكريا دكتور هشام الوصول إلى الآلاف من القادة حتى لو كنا نتحدث عن حقبة قادمة وهي حرب العصبات ولكن ساقط عسكريا موضوع الوصول إلى هؤلاء من ضمن قادة بارزون طبيعي القدرة الوصول إلى هؤلاء أم هذا يقول لنا شيئا عن الوضع الذي وصل إليه هذا يقول أشياء كثيرة منها أن هذه الاعترافات أعطتنا أولا تكتيكات وستراتيجيات هذا التنظيم الإرهابي حتى لمدة تطول على أكثر من أربع سنوات بالتالي هو لا يستطيع أن يأتي بمفاجأة من مثلها لا يتفركها القوات العراقية أو لا تفركها القوات الأمنية فضلا على أن الكثير من خبرات تحارف الدولي سيمكثون في العراق لتقديم المشورة وأيضا أن هذا التنظيم الإرهابي فقد قدرته المالية الأعلامية وأيضا لا توجد له أماكن ممكن أن نقول هو مسيطر عليها القيادة والتحكم والسيطرة بالتالي هو الآن في حالة الشتات وأيضا في حالة مثل ما نسميها لا مركزية لهذا التنظيم والهيكل التنظيمي له قد تصدع كثيرا طيب قلت قبل قليل بأن هذا سيختلف حتى لو حاول كل محاولاته داعش أن يعود كما في السابق لن يستطيع حتى أنه لن يستطيع العودة إلى ما كان عليه قبل 2014 سيطرته على أراضي عديدة ولكن في المقابل تتفق مع من يقول بأنه سيكون في هذه الفترة أخطر قلت حدثك حرب عصابات وما إلا ذلك أخطر من ذي قبل بالتأكيد هو كثور المجروع بالتالي يريد الانتقام وإما تعطي الحكومات عفوا أو حالة بالتخفيف الأحكام لعل الكثير منهم يسلم نفسه كما حدث في معركة الحويجة أكثر من ألف أنصر من هذا التنظيم الأرهابي قاموا بتسليم أنفسهم بجهاز مكافحة الأرهاب في السريمانية هكذا وعود موثوق بها من الحكومة ربما تجعل السجون تمتل بآلاف من هؤلاء الذين يشعرون الآن في الخوف وهم مهزومين إذا حصلوا على وعود أن الحكومة تخفف عليهم الأحكام وتقاضيهم بحالة عادلة أظن سيتسلمون الكثير من أمر أنا أشكرك أمين بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة